أنا هي اللي تزوج شبيه ودرني تراسة عن دارهم وفي الأخير صدمني صدمة عمري أنا اسمتي مونة حاليا عندي 22 عام كبرت في عائلة ما في حالهاش ما عندنا وما خصناش كنا ثلاثة ديال لبنات وشوشك الخوطس فش كانت عندي 17 عام كنت غادل مدراسة في حل العادة ويبالي يوحد الولد زوين في الزاف عجبني بهاينا علي لبز عليه كان هو نقي حضرت عيني وكملت طريقي أنا غادية وهو تابعني حتى وسلت الباب المدراسة فش خرجت لقيت واقفة نتم بلتا يمكن لكي تسنى شي واحد يخرج من هنا ما نعرف شوية ويتم جي قاصدني قال لي يشوف يا بنت الناس في الصراحة رك عجبتيني ورأينا نويل محقول انت هي بينا فيك بنت الناس واذاك الشي اللي كنقلب عليه لا لقيته فيك أنا كنت زوينة مقبولة ودير الزاف واللبس ديالي طويل وواسع غوكي يهدر معي وانا مخلوع علي مش يشوفني شي واحد ويوصلها المالي للدار قال لي اسميت حمزة ولصقني على الناس لكي يجي لدارنا أعطيت هالي ومشيت كنجري وكانت تلفت من وراي وفي جنابل يكون شي واحد يشوفني وانا في الطريق فرحانة وكان يقول يا ربي يكون مصيبة وغير وصلت للدرب وقيت واقف مع واحد دري كان عارفوه حتى وابو الجيران قال لي السلام امونة قلت لي وعليكم السلام وكملت طريقي وانا نسمعه قال لي وش كنت عرفها؟ قال لي ايارا نعرف دار ومحدى دارنا وغير اسمعه الهضرة ويتصدم حيث هذه الرياضة يأتي عند عمته وسكن على برا ودعمته وسكنة بوحدها كان اسميتها وفاة طيمة كان يأتي كون مسامل كان ينزل عطلة انا طلعت للدار دوشت وتعشيت ومشيت الناس حتى الصيف وطلي حمزة ذلك الولد اللي عطيته النمرة صفت لي ميساج وقال لي كدير امونيا وبقيت شدنا وياه الهضرة الليل الكامل صدقت بلان عاس اصلا قد ينصبح ناعسة حيث سيكون غير الحد في الصباح جاءت لديك اعمة الولد اللي عيش في برا اللي ساكنة احدانا مو فاة طيمة هي بقوة مساكنة بوحدة كانت في ممكة تحتاج شي حاجة تجي عندي انا يختي باش نعاونوها في شغل الدار وهي تقول للماما بغيت وحدة في ابناتك باش يعاونوني ندير الغداء ارى والد اخوية جاء عندي من برا وبغيت ندير لي شي حاجة اللي تكون زوينة واسبيسيال انا منسمع تلك الهضرة نطق نجري قلت لها كثيرة مو فاة طيمة انا نمشي نعاونك ماما هنا تصدمات حيث نهارو ما طال وانا شدعت تليفون جاءت في حجب من نطق نجري وفعلا نمشيت معاها وغيرت لعنا للدار قلت لها مو فاة طيمة وفي المشاول دخوك الشوق عمكين قلت لي يا رأى سخرته ارادة بيجي صافي انا عاونت في ذلك الشي اللي بغيت شوية وانا نسمع تقعا مشيت حلية الباب وانا نلقى هو شوية قلت لي هرهر نعاونك في ذلك الشي اللي يهزف في ذلك هو قمص دوم قلت لي يا همونا ما تكديري هناك قلت لي يا رأى مفاطمين ما بغيت نعاونها وانا نعاونها سوف نحطي معا ذلك الشي اللي تقعا وانا نقول لمفاطمين اللي يفرسك انا غضل الدار اوية تقول يا ويلي فين غادا والله ما تمشيت تغدي معنا قلت لست وتغديت وعيني ما حيدتش مني بقيت قلسة معا ومحتل العشية ومشيت لدارنا مدازتش حتى ساعتين مقادة ويتجي حمتوك تجري عدنا للدار وغير حلو على الباب ويتقول لي همونا في ناهية بغيتها هذا انا قلت لها نعا امو فاطمين ما شنو خاص طاكيك مكين بس بغيتين نعاونك في شي حاجة قلت لي اشوف ابنيتي والدخويا ركع جبسي وراح ناوي معك المعقول ويتنقذ مامو يتقولها واش بدخوك ذكا اللي عايش في بره قلت له اه هو قلت له اشهر وقلت لي اشباغة واش مقابلة ولمقابلة يكفي الوقت سافي بابا اطلع ابنتو الكلمة وقل لها مرحبا بكم في اي وقت الله يودي لما تناسبنش معكم ما لغن تناسبو داست ربع ايام وهم يجيوا درنا معهم الصواب اتفقنا على كل شي ومن بعد واحد الفترة قلت لنا العرز دينا اتفقت معها اللوطين ودازدك الشي كله بخير وعلى خير ومن بعد اتفقت معها لدارهم كانت عيشة فيها مو واربعة أخوتاته وهو الواحد اللي راجل بيناتهم حي تباهم الله يرحمونه ووسع لي عدوزتي كانت تكدير فرزيات ما بين ولدها وبناتها والتشي وحدة فيهم كانت مزوجة احنا كنا متفقين بشي يصيب لي الورق ويديني معاه وفي هذه المدة أبقى قالصة في دارهم حتى تصيبوا لي الأمور ديالي ونمشي ومن يجيت لعندهم وما حاملين فيها الشعرة تقول لي قاتل ليهم مع تشكون هذا كله ما يعرفش سبب دياله وانا قالصة بصابرة وكنقول داب يحن علي الله ويبقى هذا شغل تعاويد بقيت في العذاب مع دارهم كتنوضني يوميا مع السادي الصبح باش حقا نصيب لهم الفطار ونوجد لهم الغداء البكري وكسكروت والعشاء بقيت على هذا الحل مدة 4 شهر وانا التحجمات بدلت بحياتي اللي كنديرو اليوم كنديرو غده كنقول اليوم غده غي خرجوا لي الوراق على أساس الرجل رهداء فعلية الساعة اللي يتسناني ما يطيح لا على العقل ولا على البال كثير من ناتشي لي دوست عدوستي كانوا فيها جامع الأمراض القلب طنسيو السكر أي مرض كتح لكم على البال كان فيها ومن فقط شي كامل كترطة ومحمدش الله بقيت هكاك حتى الوحد نار طيحة طيحة خيبة وشدت الفراش هنا راجل ما يسمع أمو مريضة اضطر انه ينزل وفي المدة اللي قلس فيها كاملة ما قاسني ما قرب ليها بحالة ممزوجينش كل واحد فيناك الناس في قنص انا قلت زعماق يكون مؤثر غير بالمرضي لامو والله يحسن العوان في ذلك الوقات امو مطاولاتش الدم والأمانة أمانته غير دووزنا القنازة وفرقنا جكلة الراجل جمع شطايته وزاد رجع بحالاته البلاد فينساكن اما الوراق اللي قال يرى دافع لك ما بقاش تجب دوم عليها ولا قال لي ايش في الساحة داز العام وانا الحلو والحال بقيت ساكنة مع أخواتاته كانوا ديريني بحل خدامة وهو من نهار ما تتمو ما بقيتش تولجة عندي حتجتني الخبر انه جاي نازل وهنا مني نزل المغرب ما جايش بيدو خاوية جاب معا ولدو ابن صغار وهم مني نسولتو شكونا امه اقالي اولادي هنا بقيت كنضحك وقلت له تبريكا متساطية وش كتبلي عليها ولا تضحك عليها اشهد الضحك الباس اللي كدير وش انتب عقلك شافيه وواتق في نفسه وش كولي قال انك انضحك معنك انا صافي بركليه المفر ركابي دارت بيه الدنيا حيث وجوه مكانش كيضحك كان كيدوه محقول جرني مني يديها وضخني البيت وقالي يا شوفي كلمة منجوج غاديتجمعي شراوطك وغاديتبشي لداركم ومرتي ما بقى لأولوجي وخاصة لجاتس ما تشوفكش عرفتوا انهم مزوج بوحدة اجنبية وهي لي والد معها الولاد بديت كان بكي قلت لي وانا شنو الدنب بديالي اللي اضحك عليها ودريها بحالكة من انتا مزوج بتصيد عليش يش يتزوج شي بيها قال لي انا جبتك باش تقابلي لي يا امي حيث اخواتات وما كانوا كيقابلوا كانوا عطانا على الخروج والدوران طمويلة تهزموا طمويلة تحطم قلت لي اضحك عليها نجيب بنت الناس ونضحك عليها ندوز بها شوية الوقت وتقلز قابلي يا امي يلا قلت لي لا نعودش معك الهضرة جوج دقيقة رجع للقاك بكيناش لا تنسيش اركي مطلقة بالثلاث وليكن في علمك ستنازل لي علاقة على الحقوق ديولك خلاني مصدومة انا جوج دموع من العين جمعت حويجي ايه انا اللي كنت كنت ترس على مو اخواتاتهم لحني بحل الكلبه نازلة من الدروج وهم ارتفو طالعة عارتي لا احساس كدير من بغي التوحدة كان شعرها صفر ولابسة واحد اللبس مقذب ما تشوفوش فيها نازلة وكان يقول حس في الله ونعم الواكيل الله يأخذ فيه الحق دعيتهم الله كاملين وما زلنا اخذ حقي فيهم واحد وحد فاشا رجعت لدارنا لقيت الناس مجموعين على دار مو فاطيمة اللي هي عمته من سولت الجيران مالكم قالوا لي يارب عيام ويميتة ونحن مجيبين لأخبار من يشوفو هالجيران غبارات يدقوا على الباب يشمون رحة خانزة اضطروا انهم يفرقعوه ومن يشوفو الله يسترقوا وما فاهم يتشاف الحمى كله ديب كله تحلل ايوة قلت حمى التربي وذكرته ها وحده فيهم ربي يخدفها الحق حتى هي كانت متافقة معهم لعقوبة الأخرين قريبا ام عاجلا وانا ناصحتي اللبنات عمركم متصرحوا سوف أقول صافي هادارة هل أخبرنا نعول